اشتري شعقة احسن في التجمع ولا في الشيخ زايد بصراحة حبيبي انا مش شايف موضوع الشعقة دي اللازمة دلوقتي انا نحط الدرسين دول في مشروع وبعد كده لما فلوس الارض تيجي ايه بيشتري يا ست فيلا بلا الشقة العربون مش هيكمل مليون ونص يهاني فالاحسن طبعا ان احنا نشتري شقة دلوقتي ونبقى نفتح المشروع بعدين يعني مثلا ممكن نفتح كافيه شيك قوي في حتة حلوة او نبني عمارتين ونقجر الشوق بتاعتهم وبكده بقى هنبقى ارتحنا بقية عمرنا لا 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 انا لا انا لا افهم في كافهات ولا اعرف ابني ولا عمارات ولا كامل فارغ ده انا اللي لزامني حتة محل صغير في الحتة مثلا والمليون ونص هيبك فيه علي قوي هتت ايدي لأي ستح فيها محل ده انا ما صدقت ان احنا هنمشي من هناك تقوم انت تروح تزرع نفسك وتفتح محل هناك هو انا بقولك نوسكم في الحتة انا بقولك نعمل مشروع هناك مشروع افهم فيه واعرف ادوره واعرف ايرش يجي منه ازاي ظل عنها بس كده خلي الامور تمشي بس اتوسلم ايه ده يا انا ام اتصعت كتير قوي اه قلب الامة بقى اسمع عنه ايه ام هاني ايه بقى ما انا اقلك ان انا بقى اتبرق ايه بس ايه اللي حصل يا الله ايه الجليطة وقلت الزوق دي ايه فينه بابك عليك يا ام هاني وليه خبط يتدعي لحد ما جيلك ما تفتحيش لحد يا ساتي حاضر جاي جاي حاضر ماشي سلام هم مين دول اللي ما تفتح لهمش سوئة الناس بحاوس اللي كنا سالفين منهم فلوس ايام القضايا بتاعتي ما صدقوا اني خرجتوا لدي الجزمة بصراحة كده انا اخوف تادي طنت الفلوس اللي هتقول لي اسمع مش عارفة عندها ايه دفعة طهولها ولا دوحة احتاجت ايه جيب طهولها ساعتك هتتاخد الفلوس وما فيش ايه حاجة هتتدفع للناس هم عشان كده قاني قلت استنى لما انت توقع تخرج بالسلامة كده تديك الفلوس في ايديك تروح تدفع اللي عليك هم هما مش تقريب انه عشر تلاف جنيه ولا اكتر هم هم عشان كده برده ولا عشان ما اسألكيش جيبتي الفلوس منيني جيبتي الفلوس منين هم يا اختي امك لو كتعرفت ان انا اصلا جالي فلوس مش بايتك تشكت فيا ان انا ماشيا مع واحد مريش يصرف علي والله العظيم يا عم دخلل تحبيني ايه واصلا ايوة انا دلوقتي تروح لامة اقولها ان انا جيبتي الفلوس دي منين بص يا هاني انا هقولك كلمتين قولها اني جيبتوهم من اي حتة اي حتة الا انا ابوس ايدك ما تقولها ان انا يا بنتي مفيش حاجة بتستخدى اه دي بالذات بقى انا عايزاها تستخدى عشان دي حاجة بيني وبينك وخصوصياتنا يا هاني انا محبش حد يدخل فيها ولا يعرف عنها حاجة انا مش فاهم يعني هم لما يعرفوا ايه هيحصل مش هيسبونا في حالنا يا هاني لا دول اهل يا داليا يعني لما يحصل لي حاجة كبيرة زي دي لازم يعرفوها اما بقى موضوع ان هم هيسبونا في حالنا ولا لا ادي انا اتحكم فيه ماذا ده بقى هيدينا جدا انت ايه شوية شاي مهي يعديلوا مجل باشى افضل تطرش ايه ده يا بابا؟ بتعملي الشاي بنفسك؟ يه السلم؟ ايه جديدة يعني؟ منايبة عملته لك ايام المذاكرة زمان؟ ولا نسيت اضايا؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ مفكر يا بابا، اشتغل اشتغل؟ كانت بتشتغلني، مش بتشتغل؟ معين انا مكنت non افكرني، انتهاية عنك انا الرايح جايب السارة ونابلي ما معين muchís عايلكو شايبك اتعملت شغط شغابيت وتلغبط لغابيت تايش تايامو زكريتي بتاعت زمان يا بابا؟ بتقرابني ولا ايه؟ ها 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 دي تفضلك يا حبيبي شوفها يا دكتور الفرصة اللي ربنا بعتها لك دي مهمة اهو يا ابني كلبش فيها هي وعا تغرب منها ركز وابهز واشتغل هيعمل اللي عليك ولكل مجتهد النصيب بصراحة جدا ده مش عاجبني مش عاجبك ازاي يعني يا باب مش ده ضيء ابني اللي انا عارفه كويس ابني ضيء اللي كان بيقل الكتب اكل اللي للمكان يلاقي ورق فضي قدامه كان يملك ابحاث ودراسات خمسين مش شوية برضه باب ضيء انا عايزك حاجب معك كنا بس ايه بصراحة وموضوع الفلوس بتاع حنان مراطق واللي هي بتصرق منها عالكتاب بتاعك حزز في نفسك كل حاجة يعني يكونش ده اللي مقصر على تركيزك ومخليك مش عايب تشتغل كده برضه ابو دياء يعني كده ما انا عالف الله انك مش كده بس مستغرب مالك البتة حنان مراطق دي كبرت ونظري اوي اوي ما قولكش عارف اضيها ابني انت كان عندك حق ترفض انك تتجوز عليها رغم الحاح الفضيع عليك لانها تستاهل بجد لا البتة طلعت بتحبك مش بتحبك عالي لا دي بتحبك اوي كمان بلك لو واحد جنها وكان جنها الفلوس دي كلها كانت ايه فكرت في حكاية تاني خالص اه اه اتقولك ايه ايه اشتري بالجديد اسافر اه 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 اعمل اي حاجة اجب عربية لكن دي ما فكرتش انا في كنت الاول وفي مصلحتك عارف اضيها الفلوس يا ابني هي اللي بتبين معادن الناس سيان كترها او قلتها وحنان مراتق دي طلع معدنها اصيل اصيل بجد وعلى حق كمان عشان كده انا نفس يا ابني تركز في شغلك بقى متهملش وتساعد نفسك زي ما هي بتساعدك زي ما هي بتساعدك انا عارف حاجة مش كان ما انا عارف خلو انزل لي اضياء انا تحت دخلك وفارة عندك طيب اوكي انا السلام وفارة عندك انت نصف يجب انت ها انا دخلك وفارة حليمي انا واحد السلطة تقريبا هنستهبل ده دكتور فاتح ما صحك ويسجدنا لعلاج الإدماني أحسن حاجة موجودة في نصر عايزك تكلمه وتاخد معادي عندنا معادي الدوز بتاعك قرب وأنا مش عايز تديلك دينا كلامنا كان شايف بعته إيه في التليفون صباح الخير صباح الخير إيه دكتور أنا كنت فاكرة عم جميل هو اللي نازل عم جميل نازل كمان شوية طيب حضرتك في ثلاث خشي جواه خشي جواه نوس أهلا نساعد أهلا هخلص كلمتين مع الدكتور دياء تكوني خلصتي في طارق أنا كنت زميلته في الجامعة على فكرة طيب أنا مستنية حضرتك نبي عزل أهلا جيتلك بالأصل عشان لحظة زيدي عشان يوصل لما تعدي تشوفني أعلى معاك ده خريب ده افهم في واحد اسمه الدكتور دياء ودياء تاني اللي بيجيلي كل فترة عشان شد سطر هيروين كل واحد من دول عايش في عالم غير التاني أهلا جيتلك بقى هنا النهاردة عشان تشوف العالمين دول لو دخلوا على بعض هتحس بإيه تخيل كده لو نوسا ولا باباك ولا مراتك دخلوا علينا دلوقتي ولقوني بديك سطر بدل الكارت اللي بتتخولك الحاجة تخوف مش كده لازم تعرف ان عالم الدكتور دياء هو الحقيقي هو الأنظف هو اللي تخاف عليه ويستهل عشانه انك تخلص من دياء التاني ده اخلص وكلم الدكتور هي بقول للبنت بقى ان انا اتلاعلي قيم الشعر مش عايزة شوفك تاني ورسة ايه؟ ورسة مين؟ هي اممها ماتت هي اممها كانت تحتكم على كم يعني؟ ومقالت لناش ليه؟ لما هو أصل الحب بينكم كان مقطع بعضه قوي فاول ما تورس تيجي تترمي في حجنكم وتحكي على طول لا ما كانش مقطع بعض يا رحمة راسينا انت بقى وقالونا ايه الحكاية بالزبط عادي ورسة حتة ارض عنا بوها في اسماعيلية وجالهم فيها سعر حين يا بنت المحزوزة جالح كمية يا دي جالح كين؟ ما يخصك ايش يا اختي؟ يعني انت ما تعرفش؟ ولو اعرف انت ما لأهلي اتفراجي يا ماما الحلوة كانت مجرجرة الأول وراها بجمالها ودلوقتي يا اختي هتاخده بفلوسها اتلمي يا بنت الجازمة بدل موما لمي شوفتيه؟ البيت مغلطتش واولاكش اللي حصل مبارع سحبتك وراه وبيتتك بعيد عن حضني بيتتك بفلوسها فيني يا دكر اكيد نزل في لوكانزة بقى ايوه يا اختي نزلنا وطلعنا وعملنا كل حاجة جادكم الله عرف استنى هنا رايح فين؟ ماشي مروح بدل ما تعصب على واحد من بناتك مايفضلكش منها غير سرعة بحيطة مروح ؟ باقيت طول مروح وانت عندي يكسل التعب بسنين فابنك يا صباح جراء يا امهاني وانت هتعددي تعدد ليه ؟ وانت ليك بيت غير هنا ؟ اه ليه انا وداليا أجّرنا شقة لا يا حبيبي اسمها داليا أجّرت لك شقة يا حبيبة أمك يا بنتي لكلبي يا جازمة هو أنت ما تبضلأ كل عمرت في الطرفي بس الهاني الاIKEN انا اغرب ملقى يا بنتي لكلبي يا جازمة يلا يا بنتي لكلبي يا جازمة كان يا هاني، كان أخوار تضربني؟ ماشي، إلهي ما توعي يا داليا والفلوس اللي ورسيها تصرفيها على عياتكم على المستشفيات يالله يا بنت الكلم يا جاسي بس يا ساك، يالله يا بنت منك ليه على فوق تعال قوعد هنا خمس دقائق حاخش شغير هدومي وأجي معاك تجي معاك فيه؟ أجي معاك أشوفك قاعد فين أعرف لك عنوان افرد عايزة أشوفك ولا أمراتك ما حرج عليك فاتخلكش بيه يا أمو هاني ما بطاق تاكموا ودينوا ما قاعدوا لو مشيت وأنا بغير هدومي لا انتبني وأنا عرفت قاعد يا حليفي كده أحيات أولادك يا توق أنا ما جابش سرطة الموضوع لا يا أختي بعد الشر عليهم طب إيه رايك بقى أنا هتصور صورة أنا وهاني هبعتهله على الموبايل وقول له هاني بيصبح عليك هل انتي بتقولي ده ما تبطني عبط بقى وبعدين عمر عمل كده عشان بيحبك وخايف عليك أكيد يعني مش عشان يضايقك طب أقول لك إيه أنا هقفل معك عشان هاني شكله جي ماشي يا أختي سلام خطوة عزيزة يا تاني يا عز مقدارك يا حبيبتي يا عزه على الآخر دانيل من هنا شكله يجنم إيه ده إيه الحلاوة دي إيه ده صباتت فيا قلت لي لازم أجي معاك أقول لها نعمل فعش تيجي لا طبعاً تقول لها تيجي ما هو بيتها طبعاً لا ياخد العلمان ومشي على طول لا طبعاً ما يصحش لازم تتغدي معانا يا ماما كده برضو يا داليا ما قلت ليش ليه ده أنا زي يومك هو أنت يعني لو قلت لي ما كنتش هفرح لك لا طبعاً يا حبيبتي كنت هتفرحيه بس أنا كنت أحب أعملها مفاجأة لهني لما يخرج وما نطيش شقة غير هنا في آخر الدنيا في آخر الدنيا في نيوم احنا في الزمالك زمالك يا حبيب يعني أنا كل ما أحب أشوفك بده المركب مواصلة أركب ثلاثة ما خديش جنبي لي يا داليا أرخص وأقرب مش عارف عليه حسن يا عيزة نام بقولك يا طانت صحيح هتتغدي معانا ولا أطلب لك البواب يطلب لك تاكسي كم إزاي؟ هم ملاول ومية وخمسين ألف انت هتقابل معاول النهاردة؟ يعني خلاص كده فلوسي هتروح تحوشت الأمر هتزيع بعدين بقى بكرة تشكريني إن سمحت لك إنك تكوني شريكة في مشروك كبير زي ده بقولك إيه؟ أنا غيرت رأيي أنا عايزة فلوسي ومش دخلة مشاريع ما بقيتش فلوسك يا شريفة فلوسك خلاص دخلت حسابي بعدين عايزك تتقالي كده عيب انتي برضا عندك مصنع ومحسوبة عينة سيدة أعمال يعني تفهمي في البزنس سيدة الأعمال دي ما تحتكمش غير على خمس تلاف جنيه في البنك عشان كده بقى أنا عايزك تتنحرري وتروحي مصنعك عشان تكبر رصيدك من الأول يا هاب لا أنا عايزك تحلامي وتحسي ان انت بقيت شريفة في أكبر مشروح هيحصل فيك يا بلد بدل ما انت عمالة بتتدابي في خزك كده يعني المشروح ده هيتعمل بجد المول ده يعني هبني مبوري بقى فيها فقاري فيها يا شريفة فقاري استعطي بالله كده وغاري هدومك وروح مصنعك يلا 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 مية وخمسين بتعايز إيدي كمان هي أنا أصاك عالصبح بقى كده برضو يا خالد ومتردش عليها ومتردش عليها عملت فيك إيه بس عشان تعمل فيها كده أخذ عليك أخذ عليك تبا ماما ماما هروح السوق أجيب السمك والي على طول السمك ليه انت مش تطلع اللحمة عشان تفك لأ، لأ، ما أنا راجعتها تاني في ريزر لقيت نفسي هفان يموت على سمك فقلت أنزل أجيب كم سمكية وهقف على إيد الراجل ينظفهم عشان يقوز فريم ويشويهم انت بتحبي بابا غنوجة هخليه شوينا بدين جنايا ماشي ومش هتأخر لو رأسي حاجة كلمينه ومع المحمود تاكسي تاكس تاكس يقوه جميل تاكس 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 حتش عايز اشتغلي تاكسي تاكس هزبر تعال رايحة فين رايحة شرع ترعة الجبل يا اخويا فين في ترعة الجبل عند سوبر ماركت مخلوف وده جنب ايه ده 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 سوبر ماركت معروف ومشهور قوي هناك طيب 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 اركابي ونبقى نبوش علي هناك طيب كتنا الخيرة افتح يا اخويا تاكس العربية تهرب ولا ايه روح اليه يسترك يا رب ويفيك شر طريقة اللهم امين يا رب بص بقى هو معروف قوي في الحتة دي ايه دول؟ ده مصروف البيت ايه؟ نقصين خمسة جنيه ولا ايه؟ لا مش نقص بس مش زايد فنم؟ وانت عايز تدفع مصروف البيت زي ما هو بعد ما هبطت عليك السروة دي ده حتى ما يصحش اه المفروض يفضل زي ما هو طالما كان مكافي قبل كده يبقى يفضل زي ما هو لا اقولك على حاجة هو المفروض ينقص بدان في شخص نقص طب انا عايز اشتري حاجة للبنات وعايز اروح اشتري شنطتين جلد النفسي وندارة شمس بدان ندارتي اللي تقشرت واعمل حسابك حسافر كل ويكي عندنا والبنات عشان نشم هوا بعد اسبوع المذاكرة ده كله وكل دي مصاريف وانت معاك مش ما معاكش كامل انا ما طلبتش نص الفلوس عشان نفسي انا طلبتهم عشان البنات يعني انت يرضيك تروح تتجوز واحدة تخلف منها ولد يجي يقص كل حاجة وانا والبنات نطلع بلوشي اعمل حسابك بكرا نروح الشركة نمدي عقود الشقاء وتدفع العربون وجيب لي بقية المصاريف الدبلة يا كامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا شكرا انتظرواوا لي اشتركوا في القناة 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 مش محتاجة جنان ولا متحملة جنان وانت بالحركة دي انت جبت الناهية انت كده هتسمعي بنا الناس اشتركوا في القناة الناس بيبصوا علينا طب ايه الحال؟ بص يا مونيرة من الاخر كده انت قدامك معايا 24 ساعة قبل الـ 24 ساعة ما يقلصوا هتكلميني في التليفون طويل يا حال يا كالد تعال اخدني من بيت امي واديني لمؤاخزة شقة شبراء قلت كده كان بها ما قلتيش كده هتبقي طالق يا لهوي انا مستغناش عنك ابدا طالق خاصة من بلا ما حرجع في كلمتي هتبقي طالق امونيرة سمعاني؟ ويالله بقى على بقولك ايه حاسب انت ع السمك حاسب ع السمك يالله يا حاج يا لهوي طب انا اجيب كم كيلو سمك دلوقتي اعطي لات دي ياه جا هو باد اه بس مش لدرجة ان انت هتكلفت قوي كده باللحاف قوم بقى قوم انت هتفضل نايم طول النهار انت ساعت ساعتين ونمت تاني اه خبز انا سوف اعمل ايه يا حنان اقعد ع المكتب اشتغل على الكتاب مش قادر مش عارب يا حنان مش عارب سينين براحة انت ملك بتتكلم معي كده ليه يا سيدي بلاش تشتغل على كتاب اطلع وقعد معنا برا او انزل وقعد في المحل انا مش تريح كده هننسيبك مني يعني ايه سيبك مني اوه مهلك فيك ايه مش طيق مني كلمة ليه يا حنان انت عايزة تخان ايه انا برضو اللي عايزة تخاني انت مش شايف تتكلمني ازاي انت رايح فين اقولك رايح فين نازل يا حنان مش انت عايزة انزل اسكيوزي سيدي مدام شيرين شيوزي سيدي مدام شيرين شيوزي مدام شيرين شيرين انت يالى الشهرة تعتمتتك انت يالى الشهرة تعتمتتك انت ارى بالنسبة لك كلمت الدكتور رجلي علي انا عرفت منه انك مكلمتوش ليه ايبق اليوم انت عبين مش قدر استحملك انت مش هتقدر لوحدك لازم تكلمه عشان يساعدك افعد هكلمه الديني بس المراتي انا هكلمه وقصه افعش يا ديوه مفيش ما عنديش بس اقولك انا ممكن اساعدك انا هكلم الدكتور يجي اختد من هنا ايه انا مش عاوز الدكتور انت عارتيني بباو انت رجي مساعديني ديوه انا ممكن اجيب البوليس فعلا نعم طيب عشان خاطر يلي بالجديد ان ايه او انا هجيبه يا ارجوك ما تحسسنيش ان انا اسميه لك تمت جدا ارجوك اسمعني اكلم الدكتور مش عايز منك حاجة اشريك مش عايز منك حاجة انا هارف اجيبه موسيقى موسيقى هايزة ايه؟ دعوة ارجع اعديك اللي انت عاوسه الجو يا ماما ألاف جدا تحت بني بعت ساعة عويل صدق الله العظيم انا مش قلتلك قبل ما تنزل تقل هدومك وانت لما سمعتش الكلام ما سمعتش ايه بس الجو نازل كان حر جدا اه عايز تاخد بردي يعني يلا غير هدومك وروح اغرف عشان تاكل موني عملت ايه؟ عملان نسمة مقلي وروزة حملي طب قويس والله كان نبسي فيهم ما تتحرك يا واد في ايه؟ انت بتفرق كده لي يا واد بصي بقى اللي اخدت معد من ابو سلمة عشان نروح له ابو سلمة؟ ابو سلمة مين؟ ابو سلمة يا ماما ابو سلمة منعرفة ابو سلمة اللي جي هزقنا ببيتنا انا ميفرقش معايه هو خالص على فكرة انا كل اللي همني سلمة وبس اسمع يا يوسف انا قلتلك رأيي في الموضوع ده بدل المرة عشرة ومش هغيره ليه يا ماما؟ ليه؟ مش موضوع مروة خلاص خلص ومين عندها هي؟ خلاص بقى سيبينا اشوف حياتي مين جاب سنة مروة سعادي؟ انا بتكلم عليك انت اللي عايز تحطي ايدك في ايد راجل هزقك وهزق اهلك ومعبراكش غير لما بقى معاك شوية فلوس قلتلك هوم يا فرقش معاي انا هيا بنحب بعض من ابو ما يبقى فيه فلوس المشكلة بقى دلوقتي ان احنا نبقى مع بعض ماشي يا يوسف ليه؟ ما تمشيش معا فيه ليه؟ ده ابنك يا ماما حبيبك يا ماما هو بيحب سلمة وسلمة بتحبه ليه بتعملي فينا كده بس؟ ليه؟ فيكو مالها دي؟ مالك يا مونيرة فيه ايه؟ انت ما تفتحش بققك خالص اخرص انا مبقوقة انا على اخري ولازم اتكلم بقى انا تعبت يا ماما يا ماما حرام عليك احنا كنا عيال صغيرين كده قطط محدش فينا كان بيعرف يختار ولا يعمل حاجة خالص لنفسه حضرتك ربتينا وديتينا عمرك بس احنا كبرنا كبرنا وبقى انا نعرف نختار انا كبرت تسدى يا ماما ان انا شعري شاب وتقطع انا كبرت يا ناس بت انت انت بقى لك كم يوم مش على بعضك اللي انت فيه ده مش بتاعك ما تتكلمي بقى وتنطقي اه هطلع اللي جواي هنطق لا يعني هفضل سكتة كده لعمر كله انا هلمي هدومي النهاردة وهروح بتي في شبرة مجدى خالد؟ اه خالد مالو خالد جوزي وبحبه عزان يعني ده مش حلالي؟ انا بعمل حاجة حرام؟ يا جوزي يا ماما جوزي طب يا مونيرا اغريف الاخوك الاول عشان ياكل وبعد كده اتودي وصلي ركعتين ويمسك المصحف اقري سورك الكهف وتغطي ونامي الحق يا يوصف ماما مش مصدقة هاري سود طب اهو 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 كل حاجة وهي عارفة ما تسابنيش قاعدة معهم كتير يا خالد انا انا بتسجورها طب يلا انا بستنياك ما ماشي مع السلامة قلتله خالد يا مونيرا خالد احلوتي دلوقتي وجاي ياخدك اه حيجي ياخدني وهروح مع اياما اه عشان بقى معاكي فلوس ده انا اياما كنت بزقك عشان تطلبي ليلتين في الأسبوع تقولي لي امي ولمة اخواتي كتر خيرك يا مونيرا كتر خيرك ما هالفلوس تعمل اكتر من كده انا الوقتي اللي بقيت العدو وحيشكي عن جوزك حلالك استغفر الله العظيم يا رب يعني هيعمل ايه وحيكلني الرجل تلعق له الرجل تلعق له عشان بقى معاها إرشيل هيعمل فيك ايه بس وانت مستفرق بك لوحدك لا إله إبالله لا إله إبالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة